وكان من دعائه عليه السلام بالعافية وجللني عافيتك وحصني بعافيتك وأكرمني بعافيتك وأغني بعافيتك وتصدق علي بعافيتك وهب لي عافيتك وأفرشني عافيتك وأصلح لي عافيتك ولا تفرق بيني وبين عافيتك في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله وعافني عافيتان كافيتان شافيتان عاليتان عافيتان تولد في بدن العافية عافية الدنيا والآخرة ومن علي بالصحة والآمن والسلامة في ديني وبدني والبصيرة في قلبي والنفاذ في أموري والخشية لك والخوف منك والقوة على ما أمرتني به من طاعتك والاجتنابي لما نهيتني عنه من معصيتك اللهم ومن علي بالحج والعمر وزيارتي قبر رسوليك صلواتك عليه ورحمتك وبركاتك عليه وعلى آله وآل رسولك عليهم السلام أبدا ما أبغيتني في عامي هذا وفي كل عام واجعل ذلك مقبولا مشكورا مذكورا لديك مذخورا عندك وأنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك لساني واشراح لمراشد دينك قلبي وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم ومن شر السامة والهامة والعامة والأمة ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل سلطان عنيد ومن شر كل مترف حفيد ومن شر كل ضعيف وشديد ومن شر كل صغير وكبير ومن شر كل قريب وبعيد ومن شر كل من نصب لرسولك ولأهل بيتي حربا من الجن والإنس ومن شر كل دابتين أن تأخذون بناصيتها إنك على صراط مستقيم اللهم صل على محمد واله ومن أرادني بسوء فاصرف عني وادحر عني مكراء وادر عني شراء ورد كيده في نحراء واجعل بين يدي سدان حتى تعمي عني بصراء وتصم عن ذكري سمعاء وتقفل دون اخطار قلباء وتخرس عني لساناء وتقمع رأساء وتذلّى عزاء وتكسرى جبروتاء وتذلّى رقبتاء وتفسخى كبرا وتؤمنني من جميعي طري وشراء ولمزه وهمزه ولمزه وحسده وعداوته وحبائله ومصائده ورجله وخيلي إنك عزيز قدير برحمتك يا رحمى الراحمين